بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله مع التطبيق العملي لنطق الكلمات القرآنية بطريقة صحيحة سورة الغاشية بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هل هل الها واللام اللام ساكنة وهي من أحرف التوسط هل لا تطلها هل أتاك أتا لا تقول أتاك أتاك أتا أتاك 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 ألتا ليس فيها همس لأنها مفتوحة ك أتاك حديث الغاشية حا دي حا حقق الفتحة والكسرة دي حا دي حا دي حا دي ولا تنسى أنه دا المكسورة وبعدها حا دي حا دي ثل غاشية ثو ثو ضمة ضمة الثاء جيدا وضمة الشفتين القمرية غا غا هنا المرتبة أولى من مرتبة الاستعلاء لأنها مفتوحة بعدها أليف الغاشي شية شية لا تنسى كسرة الشين وفتحت اليا شية سوف نقف على ساكن فنقف بالها الغاشية الغاشية وجوه يومئذ خاشعة واو مضمومة ثم بعد ذلك وجوه جيم مضمومة واو وها تنوين ضم وجوه التنوين جاء بعدها يا إذن هنا إضغام بغنة وجوه يعني حقق الغمة ثم بعد ذلك تنطق الغنة وجوه يومئذ خاشعة يومئذ يومئذ خاشعة خا تكوير شفتين خا مفتوحة بعدها أليف مرتبة أولى من مرتبة التفخيم شي شي شيعة خاشعة عاملة ناصبة لا تقول ناصبة عاملة ناصبة تنوين نون إضغام وأعطيها حقها من الغنة ثم بعد ذلك صي 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 صيبه لا تقول نا لا تفخم النون عاملة ناصبة تصلى تصلى إياك أن تفخم التا واللا تصلى تصلى واضح؟ تصلى نارا حامية نا 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 خطأ نا نا ولا تقول نا نا إمالة الألف ليست هذه ألف صحيحة نا نا نارا نا هذه خطأ نارا هذه إمالة تصلى نارا حامية حامية كسرة الميم وفتحة الياء ركز عليها تسقى من عين آنية تسقى لا تقول ت لا تهمسها لأنها مضمومة سين فيها صفة الصفير تسقى قاف مفخمة من عين نون عين تنوين همزة هذه إظهار من عين عين صف الياء عين العين لا تستعليها عين عين آنية عفوا آنية آني نية واضح أكثر النون وفتحة الياء وهنا نقف بالها آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع إذن ليس يا صفها يا صفها ليس لهم هم ضمة الها ميم هنا لهم لا تأكل الميم لهم طعام لهم طعام لهم لهم طعام لهم طعام طعا لا تقول طعو طعام طعام تستعلي العين لا الطع هي الفقط المستعليا والعين مستفلة والمين مستفلة إذن طعام طعام إلا تنوين بعده همزة إظهار إلا لا تمسك إلا لا تمسكها اللام إلا 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 من ضريع ماذا لدينا هنا نون ساكنة بعدها ضاد من حروف خصة ضغط انقض إذن الغنى مفخما ولا ننسى أيضا تفخيم الضاد لأنها مفتوحة وهي مرتبة ثانية من مراتب التفخيم ثم بعد ذلك راء مرققة لأنها مكسورة ضريع العين تكون واضحة لا يسمن ولا يغني من جوع لا يس عفوا ضم ضم جيدا ثم بعد ذلك سين لا تسحب ضمة الياء إلى السين السين ساكنة يوس يعني يوس أرجع الشفتين إلى وضعه الطبيعي في السين لا يسمن لا يسمن ولا يغني هناك من ينطقها ولا يغني يخلط الغين مع الخاء ويجب أن نعلم أن الغين صوت بدون نفس والخاء يجري فيها النفس ركز على هذا أغ أخ أغ أخ واضح؟ هنا لا تخلطها مع صوت الخاء ولا تجري فيها النفس بس فقط صوت ولا يغ ولا يغني ولا تقول ولا يغني لا تستعل الياء ولا يغني من جوع نون ساكنة مع الجيم إخفاء وتكون مرققة الغنة طبعا وجوه يومئذ ناعمة وجوه قلتها هنا في الآية رقم اثنين واو مضمومة جيم مضمومة ثم كلها تكون من البداية بضم الشفتين إلى آخر الكلمة وجوه انظر إلى المرآت وأنت تقرأ كلمة وجوه تكون مضمومة من البداية إلى النهاية وجوه يومئذ ناعمة عندما تقول وجوه وتنتقل إلى يومئذ أعطي حق الضم في كلمة وجوه قبل أن تنطق الغنة لأن التنوين بعدها يأدغام بغنة وجوه يومئذ وجوه يومئذ واضح؟ ناعمة لا تقول ناعمة نا نا ناعمة عي عيمة لسعيها راضية لي 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 لسع حقق كسرة الله لسعيها العين مكسورة لا تحركها لسعيها لسعيها راضية راضية راه هنا مفتوحة مفخمة أضعت في مرتبة الأخيرة من مراتب التفخيم لأنها مكسورة راضي ضية راضية راضية في جنة عالية جن جن نون مشددة أعطي حقها تنوين بعده عين إذن اظهار عالية لا تقول عالية ع ع عالية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع تسمع سين لا تنسى أنها من أحرف الصفير وساكنة فتتميز فيها الصفات تسمع ع ع ضمة العين ضمة العين ع ضمة الشفتين فيها فيها اكسر الفا جيدا وبعدها يا فيها لا غية غية لا لا غية خطأ لا غية لا لا غية لا غية يعني كسرت الغين وحقق يا فتحة اليا فيها عين جارية عين عين ضمة عين جارية فيها عين يا تكون واضحة صافية جارية ر مرققة لأنها مكسورة فيها سرور مرفوعة س ر من البداية الكلمة سرور 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 فيها سرور فيها سرور من البداية إلى نهاية الكلمتكم بضم الشفتين فيها سرور مرفوعة لا تقول مرفوعة لأن الر مفخمة فتفخم الميم م مرفوعة مثل كلمة مريم مريم مرفوعة مرفوعة واضح وأكواب موضوعة وأك ماذا لدينا هناك كاف ساكنة إذا فيها همس لا تبالغ في الهمس هذا خطأ وأك وأكواب وأكواب موضوعة موضوعة لا تقول موضوعة لا تستعلي الميم والواو موضوعة ضوضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق ريق رأ مكسورة مرققة قاف تكون مفخمة المرتبة الثالثة لا تقول مصفوفة 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 هذا خطأ لدينا في كلمة مصفوفة كلها فقط الصاد هي المفخمة وهي ساكن لمرتبة الرابعة فإذا تقول مصفوفة 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 وزرابي مبثوثة وزرابي بي كسرة الباء ثم بعد ذلك ياء مشددة الياء لولا ساكنة الياء الثانية تكون مضموما إذا وزرابي بي بي مبثوثة باء ساكنة قلقلة مب مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا مفتوحة يعني تنطقها كما هي ياء ياء لدينا نون ساكنة بعدها ضاء إذن تكون الغنة مفخمة ولا تفخم الياء تقول ياء ينظروا ياء 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 الغنة مفخمة والضاء هي المفخمة إذن ينظرون 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 إلى الإبل إبل كسرات حققها كيف كيف يا صفها كيف 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 خل خلقت 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 لا خل خلقت تاسف تكون هنا فيها همس وهمس لطيف لا تبالغ فيه أن تنقلب إلى سين أو شين خلقت خلقت هذا خطأ خلقت خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء هنا تكون شمسية الألف واللا السين مشددة السين الساكنة أس س ما لا تقول السماء السماء خطأ السماء كيف رفعت راء مضمومة تكون هنا مفخمة فا مكسورة حققها عين مفتوحة حققك والتا ما فيها همس لأنها ساكنة إذن رفعت 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 وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال الألف واللام هنا تكون قمرية اكثر الجيم جيدا الجي الجبال 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 كيف نصبت خطأ لا تستعلي النون نو نصي نصيبت نصيبت وإلى الأرض كيف سطيحت هناك من يقرأها سطيحت سو وهي سين سو سو فكك سوطي حت سوطيحت سوطيحت واضح التافية الهمس الأرضي لا تستعلي الهمزة الأ الأرضي لا فكك الأ الأرضي 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 كيف سوطيحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر لماذا رققنا الراء لأنها ساكنة قبلها مكسور والكاف مشددة إذن فذك فذك كير فذك فذك كير حقق مشدد حرفان والراء مرقق إنما نون مشدد أعطيها حقها أنت نون مع تا غنى مخفات مرقق لأنه تا حرف مستفيل مرقق مذ مذ مذكر أيضا هنا الراء سوف تكون ساكنة لأننا وقفنا عليها وقبلها مكسور بينما إذا استمرنا في التلاوة مذكر لست مذكر لست مذكر لست ماذا حدث لدينا؟ أننا فخمنا الراء لأنها مضمومة واضح؟ واضح؟ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ 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 يعني إن قرأناها بـ السين أو الصاد على قراءة حفص فيجب أن لا إذا قرناها بالسين لا نستعلي الأحرف التي جنبها بمصيطر لا نعرف هل هي سين ولا هي صاد ولا هي ماذا زين وأيضا عندنا طاء هنا طاء مفخمة والراء وقفنا على ساكن والراء ساكنة وقبلها مكسور فممكن أن يخطو يقول بمصيطر بمصيطر ولكن هذا خطأ لأنه وقف على راء مفخمة ولكن بمسيطر بمسيطر راء مرققا واضح عليهم الها لا تنسى أنها مكسورة عليهم عليهم إِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرْ إِلَّا هاي لا تمسك الألام إِلَّا مَنْ هذا خطأ مَنْ تَوَلَّا نُونْ ساكنة مَعَتَّا غُنَّة مُخْفَات مُرَقَقَة الألام هنا مشددة إذن تَوَلَّا 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 وَكَفَرْ لا تقول وَكَفَرْ تُفَخْم الكَافُ وَالْفَ الكَافُ وَالْفَ مُستَفِلَة وَكَفَرْ وَكَفَرْ وَا وَا وَاضح؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَبَابَ الْأَكْبَرُ فَا يُعَذِّبُهُ هنا ركز على كل حرف وحركته فَا يُعَا بعد ذلك ذال مشددة مكسورة فَا يُعَذِّبُهُ فَا يُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ لا تقول الأكبر كاف ساكنة فيها همس همس لطيف لا تبالغ في الهمس الرا مفتوحة فنقف على را مفخمة إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ هناك من يقرأها إِيَّابَهُمْ يشدد الْيَاء وهي الْيَاء مفتوحة فقط إِيَّا 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 بعد ذلك ألف إِيَّابَهُمْ إِلَيْنَا يَا واضحة إِيَّا واضحة إِيَّابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ثُوْ ثُوْ ظَمَّ ثُمْ مِي مشددًا؟ نون مشددًا أعطيها حقها من الغنان علينا 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 خطأ علي علينا صوت الياء حي حسابهم ها مكسورة أكسرها جيدًا والها مضمومة والحمد لله رب العالمين هذا ما كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى وما كان من خطأ أو سهو أونسيان فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم كان معكم دريد إبراهيم أبو مريم أد من صفحة التطبيق العملي لنطق الكلمات القرآنية بسورة صحيحة